الله وبركاته كيف حالكم يجيل المستقبل العظيم؟ نتابع في الوحدة الثالثة حيث سنقف اليوم على درس الشجرة للشاعر أنور العطار تغنى هذا الشاعر بذكر الشجرة مبتهجا وذكر أنها من نعم الله علينا وأنها تمنح الخير والجمال فهي رمز العطاء وهي المنظر الجميل وهي مفيدة على كل حال لنستمع إلى القصيدة الشجرة للشاعر أنور العطار أفيضي على الكون شت الصور فأنت المرام وأنت الوطر ففي مبسم الدهر أنت النشيد وفي مصحف الدهر أنت السور لقد زين الله هذا الوجود بوشي الحقول وزهو الشجر إذا أورقت فالشباب الرطيب وإن أزهرت فالرؤى والذكر وإن أثمرت فالرؤى والذكر وما شئت من ممتع مبتكر وإن صوحت فسراج الظلام وأنس البداة وزين الحضر تعيش وتفنى لخير الأنام وما تعرف الدهر معنى الضرر وكم ألهبت بالجمال القلوب وكم أخصبت بالخيال الفكر قصائد حافلات بالخلود يطيب جناها ويحل الثمر يطيب جناها ويحل الثمر بعد أن استمعنا للقصيدة نقرأها مرة أخرى يقول الشاعر أنور العطار أفيضي على الكون شتى الصور فأنت المرام وأنت الوطر ففي مبسم الدهر أنت النشيد وفي مصحف الدهر أنت السور لقد زين الله هذا الوجود بوشي الحقول وزهو الشجر إذا أورقت فالشباب الرطيب وإن أزهرت فالرؤى والذكر وإن أثمرت فالندى والثراء وما شئت من ممتع مبتكر وإن صوحت فسراج الظلام وأنس البدات وزين الحضر تعيش وتفنى لخير الأنام وما تعرف الدهر معنى الضرر وكم ألهبت بالجمال القلوب وكم أخصبت بالخيال الفكر قصائد حافلات بالخلود لننتبه هنا حافلات من أجل الوزن الشعري قصائد حافلات بالخلود يطيب جناها ويحل الثمر بعد أن استمعنا القصيدة ننتقل إلى شرح المفردات المرام تعني المطلب يقولون رام الشيئة أي طلبه الوطر هو الحاجة أيضا يقال قضى حاجته قضى وطره أي قضى حاجته وشي معناها زخرف زهو هو المنظر الجميل الرطيب هو اللين الناعم يقول وإن أزهرت فالشباب الرطيب فإن أورقت الرؤى هي الأحلام صوحت يبست أيضا قال وإن صوحت فسراج الظلام يعني إن يبست تتخذ حطبا للنار يسرج في الظلام جناها معناها قطافها لنقرأ المقاطع الآن قراءة مركزة يقول الشاعر أفيضي على الكون شتى الصور فأنت المرام وأنت الوطر ففي مبسم الدهر أنت النشيد وفي مصحف الدهر أنت السور لقد زين الله هذا الوجود بوشي الحقول وزهو الشجر إذن هنا يتحدث عن الشجرات أيما حديث فقد طلب إليها أن تمد الكون بالجمال لأنها الغاية وأقر بأنها زينة الله في الأرض كما أن المصحفة لا يكون بغير السور فإن الدهر لا يكون بغير الشجر يقول لقد زين الله هذا الوجود بوشي الحقول وزهو الشجر ننتقل إلى المقطع الثاني يقول فيه إذا أورقت فالشباب الرطيب وإن أزهرت فالرؤى والذكر وإن أثمرت فالندى والثراء وما شئت من ممتع مبتكر وإن صوحت فسراج الظلام وأنس البدات وزين الحضر إذن يتحدث عن الشجرة وجمالها وفائدتها على الدوام على اختلاف أنواعها واختلاف الأزمان ففي ورقها الجمال الشباب الرطيب وفي زهرها الأحلام والذكريات وفي ثمرها الخير وكل محبب لذيذ الثراء حتى وإن صوحت فسراج الظلام أي أنها إن عريت ويبسات فتكون وقوداً يتدفأ به الناس في البادية وأثاثاً يتخذه أهل الحاضرة يتخذونه أثاثاً في المنازل ننتقل إلى المقطع الأخير يقول إذن يعود الشاعر لذكر جمال الشجرة وأنها توحي للشعراء بالكتابة لما تحمل من جمال مثير وخير وفير فهي تحرك القلوب وتسبيل عقول إذن أخصبت بالخيال الفكر جعلت الخيال خصباً لوجود الأفكار فيه وقد شبهها بالقصائد يقول قصائد حافلات بالخلود لها جنن وقطاف إذن أفكار المقاطع هي المقطع الأول تحدث فيه عن جمال الشجرة وقيمتها المقطع الثاني تحدث عن فائدة الشجرة في كل أحوالها مورقة أو مزهرة أو مثمرة أو يابسة حتى في المقطع الثالث ذكر أن الشجرة مصدر وحي للشعراء جميعاً نعيد قراءة أفكار المقاطع المقطع الأول جمال الشجرة وقيمتها المقطع الثاني فائدة الشجرة في كل أحوالها المقطع الثالث الشجرة مصدر وحي للشعراء مهمتنا الآن كتابة القصيدة وكتابة شرح المفردات وأفكار المقاطع وحفظ هذه الثلاثة معاً ثم حل التدريبات على الكتاب دمتم كراماً مثل الشجرة وإلى اللقاء